موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدنا الكرام في نشرة الأخبار الأولى من قناة السعودية نستهلها بالعنوين موسيقى صدور عدد من الأوامر الملكية موسيقى وزير النقل يوقع مذكرة تفاهم بين المملكة والمالدير في مجال المطارات والطائرات المائية موسيقى في نسختها الثانية استمرار جلسات ندوة الفتوى في الحرمين بالمسجد النبوية موسيقى وانتهاء مدة تسجيل العقارات لثمانية عشر حيا في الرياض ومكة المكرمة موسيقى وتتابعون في نشرتنا أيضا موسيقى مركز الأرصاد يؤكد أن المملكة لن تتأثر بالمنخفض الجوي في بحر العرب موسيقى موسيقى تفاصيل النشر بسم الله الرحمن الرحيم صدرت اليوم عدد من الأوامر الملكية فيما يلي نصصها أمر ملكي الرقم ألف تقسيم ثلاثة وسبعين التاريخ الخامس والعشرين من شهر صفر من عام ألف واربعمائة وستة وأربعين للهجرة بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط الصادري بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم ثلاثة وأربعين بتاريخ الثامن والعشرين من الشهر الثامن من عام ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعين لهجرة وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم ألف تقسيم واحد وأربعين بتاريخ الخامس عشر من شهر صفر من عام ألف واربعمائة وتسعة وثلاثين ورقم ألف تقسيم 137 بتاريخ العاشر من الشهر السادس من عام 1439 للهجرة ورقم ألف تقسيم 131 بتاريخ التاسع من الشهر الثالث من عام 1443 للهجرة وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع أمرنا بما هو آت أولا تنهى خدمة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم بن مطلق الإزيمع قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد ابتداء من تاريخ هذا الأمر ثانيا يعفى الفريق الركن فهد بن عبدالله بن صالح الغفالي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه ويعين نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن ثالثا يعفى الفريق الركن فهد بن عبدالله بن محمد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه ويعين مستشارا بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن رابعا يرقى اللواء الركن فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات المشتركة خامسا يرقى اللواء الركن فهد بن سعود بن ضويهر الجهني إلى رتبة فريق ركن ويعين رئيسا لأركان القوات البرية سادسا يرقى اللواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن بن حامد الغريبي إلى رتبة فريق ركن ويعين رئيسا لأركان القوات البحرية سابعا على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر ملكي الرقم ألف تقسيم أربعة وسبعين التاريخ الخامس والعشرين من شهر صفر من عام الف واربعمائة وستة واربعين للهجرة بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم ثلاثة وأربعين بتاريخ الثامن والعشرين من الشهر الثامن من عام الف وثلاثمائة وثلاثة وتسعين للهجرة وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم أربعة وعشرين بتاريخ الخامس من الشهر الرابع من عام الف وثلاثمائة وخمسة وتسعين للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 73 بتاريخ الخامس والعشرين من شهر صفر من عام 1446 للهجرة أمرنا بما هو آت أولا يعين مطلق بن سالم بن مطلق لزيمع مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 75 التاريخ الخامس والعشرين من شهر صفر من عام 1446 للهجرة بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفية المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ الثامن عشر من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 415 بتاريخ الثامن والعشرين من الشهر السابع من عام 1442 للهجرة أمرنا بما هو آت أولا يعفى معالي الدكتور سمير بن عبد العزيز بن محمد الطبيب المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل السعود أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 76 التاريخ الخامس والعشرين من شهر صفر من عام 1446 للهجرة بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل السعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكمة الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفية المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ الثامن عشر من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ الثالث من الشهر الثالث من عام 1414 الهجرة أمرنا بما هو آت أولا يعين معالي الدكتور سمير بن عبد العزيز بن محمد الطبيب مستشارا في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل السعود استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومعوث شؤون المناخ عادل الجبير مع الرئيس سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بلاو استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات بالإضافة لأبرز الموضوعات المدرجة أو المطروحة على أجندة القمة جاء ذلك على هامش اجتماع قمة قادة جزر الباسيفيك المنعقدة في مملكة تونغا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين تسعد الرياض لاستضافة خمسة محافل دولية بدءا من منتصف أكتوبر المقبل ويعكس احتضان المملكة للمحافل الدولية قدرة مؤسستها على التخطيط والإدارة وتفعيل قواها الناعمة عبر دبلوماسية نشطة وتعاون مؤسسي وفردي من الجميع إلى جانب تفعيل القدرات الإعلامية المتطورة وإدارتها بكل كفاءة واقتدار وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفية الأستاذ سلمان الشريدة مساء الخير أستاذ سلمان وأهلا ومرحبا بك معنا أهلا بك وأهلا بي سيدات وأستاذ المشاهدين أستاذ سلمان بدءا من منتصف أكتوبر المقبل المملكة تستضيف خمسة محافل دولية تعتبر دولية كبيرة مثل استضافة هذه المحافل الدولية ماذا تعكس؟ طبعا في البداية المملكة العربية السعودية اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والسمو ولي العهد الأمير أم حمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أصبحت مركزا عالميا مهما على جميع المستويات طبعا هذه تأتي بعد انطلاقة رئيس المملكة 2030 التي تتطلع في مذل هذه المحافل الدولية وتقديم المملكة بالصورة المثلة وتقدم المملكة في مراكزها العالمية وأيضا في المحافل الدولية اليوم المملكة أصبحت مركزا عالميا حقيقة مهم على جميع المستويات إضافة إلى ثقلها الإسلامي وعمقها العربي وما كانتها أيضا الاقتصادية والسياسية المؤثرة على القرارات الدولية وأحد أهم ركائز مجاحاتها هي رسالتها التنموية وهي تقدم رسالة مهمة جدا للعالم أجمع في المسائل التنموية من خلال رؤية المملكة 2030 التي أصبحت نموذجا يحتفى فيها اليوم نرى عدد من الدول وخصوصها الدول الأوروبية وكذلك دول الخليج وكذلك الدول العربية أيضا لديها رؤية على غرار رؤية المملكة 2030 وكذلك أيضا رسائلها رسائل السلام التي تحملها في كافة المحافل الدولية واحتضانها لعدد من المحافل الدولية في الرياض خلال الأشهر القليلة القادمة ما هو تأكيد حقيقة على هذا الدور هذا الدور حقيقة هو دور هام خصوصا إذا ما تحدثنا على المحافل الدولية التي سوف تحتضنها المملكة العربية السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية إذا ما تحدثنا على المجال اللوجستي موقعها الجغرافي مهم جدا ومركز حقيقة يربط القارات الثلاث وأيضا هي محطة انطلاقة وهذه المملكة ستطلع أيضا بأن تكون مركزا عالميا نوجستيا من العالم نظرا لموقعها الجغرافي الهام كما أتلفت بالإضافة إلى دورها الرائد على المسؤولية المجتمعية من خلال الأعمال الإنسانية لغاتية وخير مثال على ذلك هو مركز الملك سلمان للإعادة والأعمال الإنسانية الذي قدم كافة دول العالم المملكة حينما تقدم أعمال الإنسانية هي لا تنظر أبدا إلى إلى لونك أو جنسك أو دينك هي تقدم هذا العمل عملا إنسانيا خاصا ولذلك تجد أنها دائما متقدمة في الأرقام ورائدة في العمال الإنسانية في الأمم المتحدة وإذا أيضا إذا ما تحدثنا عن عملية التميز تتميزها أيضا في عمليات التوائم وفصل التوائم هي حقيقة من الدول التي رائدة في هذا المجال ومتميزة في هذا المجال واليوم من خلال الشهرين القادمين حينما يكون هناك مؤتمر أيضا لفصل التوائم وهو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية أو في العالم حينما يقدم مثل هذا المؤتمر هي تقدم أيضا نموذج مهم وتخصص نادر نجحت فيه المملكة وهو من خلال مرور 30 عام على أول عملية قد قدمتها المملكة والمملكة اليوم تجاوزت حقيقة أكثر من 50 عملية أو حوالي 60 أو 50 عملية لفصل التوائم خلال هذا 30 عام وهذا رقم كبير جدا وهو أيضا عمل يعتبر نجاح طبي وكذلك أيضا عمل إنساني رائب نعم سلمان تنوع هذه المحافل خلال السنوات الماضية المملكة استضافت عدد من المحافل الدولية الكبرى تنوعت ما بين الإنسانية والاقتصادية وأيضا التقنية والاجتماعية مثل تنوع هذه المحافل وأيضا المحافل الخمسة القادمة بإذن الله هناك أيضا المحفل أو المؤتمر الطبي ما دلالة هذا التنوع في استضافة هذه المحافل حقيقة هذا التنوع دليل على أن المملكة كما أسلبت في بداية حديثي أنها رائدة وناجحة في جميع المستويات طبعا مكانتها الإسلامية وعمقها العربي وكذلك أيضا قوتها الاقتصادية وهي عضو مجموعة العشرين أيضا لا ننسى أن سمول العهد دائما ما تتأتيه دعوات لأن يحضر إلى عدد من المنظمات الدولية التي ليست المملكة عضوة فيها للمشاركة وأيضا التباحث والاستفادة من خبرات المملكة ونجاحها في عدد المجالات وآخرها كانت قمة مجموعة السبع التي أيضا دعية لها ولي العهد للحضور ولكن اعتذر سمول العهد نظرا لكانت انشغاله في موسم الحج وبالتالي أعتقد أن المملكة نجاحاتها في كافة المجالات هذا تدل على أن الشعب السعودي والشباب السعوديين اليوم ناجحين في كافة المستويات وأيرما تضعهم ينجحون أيضا هناك خطة كانت سابقة من خلال الإبتعات ومن خلال نجاحات التعليم في المملكة أسهمت بشكل كبير في أن يكون الشاب السعودي اليوم هو نموذج رائد في كافة المجالات سواء في المجالات الطاقة كذلك في مجالات التعديل مجالات التقنية المجالات الطبية اللوجيستيك كل المجالات التي المملكة أصبحت اليوم رقما مهما وصعبا في كافة الدول العالم وأنا أعتقد أن هذا النجاح يحسب للقيادة السعودية بكل تأكيد المملكة الدولة الوحيدة من مجموعة العشرين التي لم تمر خلال تاريخها في أي أزمات اقتصادية وهذا يعد أيضا نجاح كبير وباهر يحسب للمملكة العربية السعودية في جحاتها كافة أستاذ سلماني تنظيم مثل هذه المؤتمرات وهذه المحافلة الدولية تعتبر من القوى الناعمة المهمة التي تستخدمها الدول ما تأثير مثل استخدام مثل هذه القوى تنظيم المحافل أيضا تفعيل القدرات الإعلامية للمملكة في مثل هذه المحافل وفي غيرها ما هو تأثيرها على المملكة؟ دعني أتحدث عن القوى الناعمة الإيجابية والسلبية إذا ما تحدثنا عن الجانب الإيجابي التي تقدمها المملكة العربية السعودية فهو كبير جدا المملكة اليوم تقدم قوى ناعمة مؤثرة على جميع المستويات وهذا هو نهجها الأخلاقي والإنساني وأيضا يتناغم مع رسالتها رسالة السلام رسالة التنمية بكل تأكيد ونشاهد أن المملكة تأثيرها حقيقة على العالم ولذلك نجد أن هناك قوى ناعمة سلبية مضادة لهذا المشروع التنموي الكبير الذي تقوم به المملكة ولكن هذه القوى الناعمة المضادة أعتقد أن تأثيرها لا تستطيع أن تواجه مثل هذه الكم الكبير من النجاحات التي تقدمها المملكة على كافة المستويات وبالتالي أنا أعتقد أن المملكة ماضية بتنميتها ماضية برسالتها ولن يوقفها شيء وأعتقد أنها كسبت أيضا يعني كثير من تأييد الشعوب إذا ليس فقط في المستوى الإقليمي أيضا في المستوى العالمي وهذا يعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى للقيادة قيادة المملكة الربيع السعودية التي اليوم تقود المملكة بشكل حقيقة نفخر به نحن الشعب السعودي وأيضا ماضين في نجاحاتنا كافة الكاتب الصحفية الأستاذ سلمان الشريدة شكرا جزيلا لك وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر مذكرة تفاهم في مجال المطارات والطائرات المائية بين المملكة والمالديف التي مثلها وزير النقل والطيران المدني محمد أمين وذلك على هامش زيارة وفد المالديف إلى المملكة ووجهة البحر الأحمر منحت الهيئة العامة للطيران المدني شركة البحر الأحمر الدولية رخصة تشغيلية للمهبط المائي لجزيرة شبارة والذي يعد ثاني مهبط مائي في المملكة بعد مهبط جزيرة أمهات وذلك بعد استفائها جميع المتطلبات واللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني لسلامة الطيران تتواصل جلسات نسخة ثانية من ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصدهما في المسجد النبوي حيث ناقشت الجلسة الخامسة بعنوان الفتوى في العصر الرقمي وأثر التقنية في تعزيزها أخلاقيات الفتوى الرقمية وأثر التقنية في تغير الفتوى ورفع الخلاف كما عقدت الجلسة السادسة تحت عنوان ضوابط تغيير الفتوى وتطبيقاتها في الحرمين واستعرضت مجموعة من التطبيقات المتعلقة بتغيير الفتوى في الحرمين بسبب الجوائح والأوبئة والكوارث الطبيعية وخلال الجلسة أوضح عضو هيئة كبار العلماء شيخ الدكتور يوسف بن السعيد في كلمة ألقاها عنه الشيخ الدكتور سليمان الدخيل أوضح أن على المفتي الرقمي الحرص على إضاحة الإجابة للسائل مع مراعاة المذاهب الفقهية للمناطق التي يريد منها السؤال ثامن أن يكون كلام المفتي واضحا بينا بيانا مزيلا لإشكالات بعيدا عن الاحتمالات من الألفاظ وأن يترك الألفاظ المطلقة وخصوصا في المسائل الخطيرة التاسع ضرورة معرفة أعراف الناس وعاداتهم في الألفاظ والكتابة والعاشر أن يبين المفتي لمستفثي دليل الحكم وما أقذه ما أمكنه ذلك ولا يلطيه إلى المستفثي فالمستفثي بعضهم جاهل أو ساجد أو لا يحسن الفهم والتصر من جانبه أكد أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء سابقا الدكتور هشامال الشيخ أن التطور ومسايرة العصر لا يعني التبديل والتحريم بل العودة إلى الشريعة وقواعدها ثابتة في كل الأزمنة والعصور فحدوث هذه التكنولوجيا المبهرة في جميع المجالات يقتضي ولا شك أن تتغير بعض الأحكام الاجتهادية لتتفق مع متطلبات العصر وتساير مصالح الناس وذلك أن المتغير من الأحكام هو الذي نشأ عن اجتهاد ولم يقع فيه إجماع فهو معترك العقول ومحل الخلاف الذي يقبل التغيير ويتبع الأحوال المتجددة وهذا أمر طبعي في الحكم الاجتهادي الذي به تتسع الشريعة على المسلمين بشرط أن لا تصاد منصا أو إجماعا ثم إن تبدل الفتوى لا يعني تغير القديم وطرح تراث الآباء والأجداد من الفقهاء رحمهم الله وإحلال غيره من المستجدات محلة ولا يعني التطور والتجديد ومسايرة العصر أيضا التبديل والتحريم وتحكيم الهوى والشهوة لكنه يعني العودة إلى أصول الشريعة وقواعدها الثابتة التي ترمي إلى إحقاق الحق وإرساء العدل والإنصاف في كل الأزمنة والأمكنة والأحوار والعصور ولمزيد حول ندوة الفتوى في الحرمين ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل رئيس الشؤون الدينية للمسجد النبوية الدكتور محمد الخضيري مساء الخير دكتور محمد أهلا ومرحبا بك معنا دكتور محمد تسمعني إذن فيما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور محمد الخضيري ريثما نعود إلى الدكتور محمد نستكمل معكم هذه النشرة تحتضن العاصمة الرياضة الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية يومي 28 وال29 من أكتوبر من عام 2024 حيث يجمع هذا الملتقى قادة الأعمال ونخبة من الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم إذ يتجاوز عدد المشاركين 1500 شخص بما في ذلك أكثر من 100 متحدث من أبرز الشخصيات الدولية في مجالات المسؤولية الاجتماعية كما يجتمل الملتقى على أكثر من 40 جلسة نقاشية وورش عمل تفاعلية بمشاركة ممثلين من دول العالم تنتهي اليوم المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لثمانية عشر حيا في مدينتي الرياض ومكة وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن التسجيل العيني للعقار يتيح إصدار رقم عقار وصك تسجيل أو تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها مشيرة أن عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار اختتمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مشاركتها في مؤتمر التعليم المهني الصحي بمدينة بازل في سويسرا حيث استعرضت تجاربها ونجاحاتها في التعليم الصحي وشهادة البورد السعودي والاختبارات المهنية وذلك بحضور متخصصين ومهتمين ببيئات التعلم الصحي على مستوى العالم كما استعرضت الهيئة تجربتها في البورد السعودي منذ تأسيسه والذي شهد تخريج أكثر من ثلاثين ألف ممارس صحي في مئتي تخصص فيما يبلغ عدد المتدربين الحاليين في برامج البورد السعودي أكثر من تسعة عشر ألف متدرب وللقاء الضوء ينضم إلينا عبر الهاتف متحدث وهيئة التخصصات الصحية الأستاذ فهد القثامي مساء الخير أستاذ فهد وأهلاً ومرحباً بك معنا سهلاً ورحباً مدينة بازل في سويسرا لا شك لها أثر كبير من جانبين الجانب الأول هو استعرض تجارب الهيئة ونجاحاتها في مجال عملها والجانب الثاني هو الاستفادة من التجارب الدولية للجهات المماثلة ونقل الخبرات إلى المملكة طبعاً للعام الثاني على التوالي تتم المشاركة خارجياً في مثل هذه المعارض الدولية ولا شك لها أثر كبير في التعريف بالخدمات والجهود التي تقوم بها الهيئة وكذلك التعريف بالمنظومة الصحية في المملكة وبالإضافة إلى نقل الخبرات والتجارب والتعاون مع الجهات الدولية المماثلة لعمل الهيئة نعم أستاذ فهد يعني بعد عرض مشاركاتكم في هذا المؤتمر وأيضاً تجارب الناجحة الصحية في المملكة وأيضاً عرضكم لمثلاً البورد السعودي منذ تأسيسه وعدد المشاركين والمتخرجين منه كيف لمستم الأصداء خلال هذه المشاركة في هذا المؤتمر؟ خلال الأيام الماضية من مشاركتنا في المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس لمسنا كثير من الأصداء الإيجابية من الزوار المهتمين حول الخدمات التي تقدمها الهيئة لأعضائها من الممارسين الصحيين كذلك لمسنا أصداء كبيرة وإيجابية في ما يتعلق بالتقدم الرقم الذي تشهده الهيئة في منصاتها وكذلك ما تقدمه من جودة في برامج التدريب في البورد السعودي وكذلك معايير الهيئة في الاعتماد والاختبارات والتصنيف وبإذن الله إن شاء الله المشاركات القادمة ستكون أفضل وأكثر استفادة بإذن الله تعالى ما هي أبرز الخدمات التي استعرضتها الهيئة في المؤتمر؟ نعم في البداية الهيئة تطرقت في البداية إلى تاريخ الهيئة وهدافها ودورها في تطوير الأداء المهني ورعايتها اليوم لأكثر من 700 ألف ممارس وممارسة صحيين مسجلين في الهيئة ويعملون في القطاع الصحي كذلك تم التعريف بأساليب التعليم الحديثة التي تنتهجها اليوم الهيئة في برامج البورد السعودي وما ينتج عنها وما نتج عنها من بيئات تعليمية مميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي كذلك تحدثنا عن الأكاديميات وما تقدم من جهود للقطاع الصحي في المملكة ودورها اليوم في سد الاحتياج من الكوادر البشرية من خلال التدريب على بعض التخصصات لعل الأبرز هو استعراضنا اليوم لتجربتنا خلال 30 عاما للبورد السعودي واليوم نحن فخورين بهذا المنتج الوطن الذي يقوم عليها ابناء وبنات الوطن ونعلم أن اليوم عدد الخريجين يتجاوزون 30 ألف خريج حاملين للبورد السعودي تقريبا في حدود 200 تخصص نعم إذن متحدث هيئة التخصصات الصحية الأستاذ فهد القثامي نتمنى لكم التوفيق في كل ما قدمتم وأيضا ما تقدمونه بإذن الله في المستقبل القريب شكرا لك نشرتنا مستمرة ولكن بعد فاصل قصير لابزت بالجامعة ليش؟ كيفي كيفي تسميها مظيفة كيفي 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 من جدك؟ نمامية 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 ماتخف كيفي فلا هالي موهبة كيفي سلامات يا بو من متل قوة بعلبك؟ كيفي ماتخف عندما تحلم بإيطاليا فإنك تبحث عن أكثر من مجرد وجهة أنت تبحث عن الموضة التي تبهر العالم عن أطباق لطالما رغبت بتذوقها عن دفء يجعلك تشعر بالانتماء ماذا لو كل ما تبحث عنه؟ يمكنك أن تختبره قبل أن تصل إيطاليا إيتا إيرويز سكاي فلوف إيطاليا اليوم أنت سويتها اليوم أخذ سنترم وأخذ خطوة للأمام للعناية بصحتك سنترم مكمل غذائي يومي متكامل مع 26 نوع من الفيتامينات والمعادن من الألف للزنك عشان تقدر تقول كل يوم إيتا إيرويز نسكافي في شكل جديد بنفس الطعم والنكهة السلسة عندما تحلم بإيطاليا فإنك تبحث عن أكثر من مجرد وجهة أنت تبحث عن الموضة التي تبهر العالم عن أطباق لطالما رغبت بتذوقها عن دفء يجعلك تشعر بالانتماء ماذا لو كل ما تبحث عنه؟ يمكنك أن تختبره قبل أن تصل إيطاليا إيتا إيرويز سكاي فلوف إيطاليا أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه النشرة وإليكم مجزل أهم وآخر الأخبار خادم الحرمين الشريفين يصدروا عددا من الأوامر الملكية وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء يساعد مع الرئيس سورانجل ويبز جونيور رئيس جمهورية بلا والعلاقات ثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات وزير النقل والخدمات اللوجسية يوقع مذكرة تفاهم في مجال المطارات والطائرات المائية بين المملكة والمالديف الهيئة العامة للطيران المدني تمنح شركة البحر الأحمر الدولية رخصة تشغيلية للمهبط المائي لجزيرة شيبارا قد تواصل جلسات نسخة ثانية من ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصدهما في المسجد النبوي وفي أخبار المناطق كرم أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة العمران للتصميم المساجد في نسختها الثانية والتي نظمتها الجمعية السعودية لعلوم العمران بمقر غرفة المدينة وطلع سموه على أجنحة المعرض الذي يستعرض المشاريع الفائزة والمشاريع المشاركة من الكليات ذات العلاقة ويبرز المعرض جانبا من أفكار وجهود المتنافسين في المسابقة استعرض نائب أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أعمال لجنة المجلس الصحي لدعم الخدمات الصحية بالمنطقة خلال الأعوام السابقة جاء ذلك خلال لقائه المدير العام لفرع وزارة الصحة دكتور عواج النعمي يرافقه الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي فالح الشهراني تسلم أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز خلال لقائه مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ماجد العتيبي تسلم تقريرا عن بدء العام التدريبي لعام 1446 الهجرة ونسخة من تقرير الإنجاز السنوي للعام الماضي واستمع سموه لشرح مفصل عن خطط تدريب وإحصائيات القبول وأبرز المنجزات والخدمات المقدمة للمتدربين إضافة إلى البرامج المستقبلية كما اطلع على نسخة من تقرير الإنجاز السنوي للإدارة اطلع نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور فؤاد مبارك وعدد من قيادات الشركة اطلع على عرض عن أهم مخرجات مشاريع شركة المياه الوطنية والتي تم الانتهاء من تنفيذها مؤخرا والمتمثلة في تنفيذ مشروع شبكات الخدمات البيئية المرحلة الأولى بالأحياء الأول والثاني والثالث والسادس بضاحية الملك فاد وحي الفرسان بمحافظة البيضاء وجاهزية الشركة لاستقبال طلبات العملاء لربط تسعة آلاف عقار بشبكات المنظومة اطلع نائب أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرم بن عبد العزيز على آخر المسجدات وسير العمل والخطط الوقائية للدفاع المدني وأشهد خلال لقائه مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء طارق البليهد بالدعم الذي توليه القيادة الحكيمة لكافة القياطات الأمنية وتزويدها بأحدث الإمكانات الحديثة بما يكفل أداء عملها بكفاءة وحفظ الأرواح والممتلكات استعرض محافظ جدة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي استعرض برامج وأنشطة معهد الإدارة العامة في مجال تدريب المقدمة للمستفيدين والتي تسهم في رفع كفاءتهم بالإضافة لخدمات الدراسات والاستشارات كما تم استعراض البرامج الإعدادية والدبلومات المقدمة لخرجية الثانوية العامة والجامعات جاء ذلك خلال لقائه المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان ونائب المدير العام لتدريب الدكتور سعود العتيبي ومدير عام فرع المعهد بالمنطقة أو بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد باصم رعى محافظ الأحساء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر توقيع عقد شراكة بين هيئة تطوير الأحساء وشركة علم وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة ببناء القدرات الرقمية وتمكين عملية التحول الرقمي في الهيئة وتوفير المهارات والكفاءات اللازمة لتطوير تنفيذ الخدمات من جهة ثانية كرم محافظ الأحساء 350 طالبا حافظا لكتاب الله وذلك خلال الحفل الذي أقيم بجامعة الملك فيصل بحضور مدير عام تعليم الأحساء حمد العيسى ورئيس الجامعة وعدد من المسؤولين ونوى سموه بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقرآن الكريم وحفظته مشيدا بجهود تعليم الأحساء لدعم مدارس تحفيظ القرآن اطلع وكيل إمارة منطقة الرياضة دكتور فيصل استيري على سير الأعمال وجهود شرطة المنطقة وذلك خلال لقائه مدير الشرطة اللواء منصور العتيبي كما اطلع وكيل إمارة منطقة الرياضة دكتور فيصل استيري على سير العمل والخطط المستقبلية لمرور المنطقة وذلك خلال لقائه مدير مرور المنطقة اللواء محمد الجريني تنطلق اليوم فعاليات معرض الكتاب الدولي 2024 في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الذي تنظمه جمعية الأدب والأدباء تحت شعار الكتاب نافذة الحياة ويستمر حتى الأربعاء المقبل ويشارك في المعرض أكثر من 160 دار نشر من داخل المملكة وخارجها ويتضمن ندوات علمية ومحاضرات وأمسيات ثقافية وورش عمل لنشر ثقافة وتشجيع على القراءة وتعزيز الانتماء للثقافة والهوية الوطنية ولمزيد من التفاصيل عن معرض المدينة المنورة للكتاب ينضم إلينا عبر الهاتف المشرف على المعرض ورئيس جمعية الأدباء المسؤولة عن المعرض حاتم الرويث مساء الخير سيد حاتم أهلا مرحبا بك معنا إذن تحت شعار الكتاب نافذة الحياة اليوم تنطلق فعاليات معرض الكتاب الدولي 2024 في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ماذا يقدم هذا المعرض لزواره وأيضا لدور النشر المشاركة فيه أحذر الله دعا من فجمعية ترادب البلدى لحظية لكون أول جمعية آخر لنظم الكتاب الدولي من بني قرارة المسألة المعيرة في منريكنا الحديدة والتي توافق بحول التوقف والسطرة الانطلاق العام الدراسي في عام 1446 والذي نتوقع من خلال النشر الثقافة والاقتناء المحسنين للثقافة للكلوم في كافة المدينة العلمية والثقافية والأدبية طبعا ما يشاركنا والإله الحمد جهاز المعرض والبيتبر في نسخة الأولى في تجربة الأول جمعية آخرية أدبية غير ربعية شارك معنا تقريبا أكثر من 160 دار نشر من بين 11 دولة وأكثر من 20 جامعات سعودية وخمسة مراكز بردية وعلمية إضافة إلى 15 دمائية أدبية نعم أستاذ حاتم المعرض والذي ينطلق اليوم إلى متى يستمر هذا المعرض طب حول الله يستمر المعرض من اليوم الأميس إلى اليوم الأسبوع القادم خلال المترة من 29 إلى 49 بإذن الله يبدأ طول يوم من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ونصف مساء والذي ينطلق من خلاله إلى التميح والطلاب المدارس والطالبات والاستفادة من المعرض والذي نسعى بأن يتعرض في نطلق المعرض بالأجنحة والإطلاع على جديد المعرض من كل جمعية ومعارفية بين نهارات عام القراءة والبحث عن الفوائد كذلك الثانية تبدأ من الخامس المساء وحتى العاشر ونصف مساء ما قد يوم الجمعة تكون فترة واحدة من الساعة الخامس المساء إلى الحادثة بحول الله وقود نعم إذا المشرف على المعرض ورئيس جمعية الأدباء المسؤولة عن المعرض الأستاذ حاتم الرويثي شكرا جزيلا لك وفي أخبار الطقس وتوقعاته توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك مع استمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد لتشمل الأجزاء الشرقية من منطقة نجران أكد المركز الوطني للأرصاد على مراقبة حالة المنخفض الجوي في بحر العرب وأوضح المركز أن المنخفض ليؤثر بشكل مباشر على أجواء المملكة مضيفا أن التوقعات تشير إلى استمرار تأثيره داخل بحر العرب حتى بداية الأسبوع ولتفاصيل أكثر عن حالة الطقس في المملكة ينضم إلينا هاتفيا المحلل بالمركز الوطني للأرصاد الأستاذ عقيل العقيل مساء الخير أستاذ عقيل وأهلا ومرحبا بك معنا أهلا أستاذ أستاذ أحمد حيات الله بداية أستاذ عقيل دعنا نبدأ من تأكيد المركز الوطني على مراقبة حالة المنخفض الجوية الموجود في بحر العرب حيث أكدنا المنخفض لن يؤثر بشكل مباشر على أجواء المملكة ما هي تأثيراته التي يمكن أن تؤثر على المملكة؟ أحباب سهلا مساء الخير أحمد بالفعل ما ذكرت أن المنخفض لن يؤثر على أجواء المملكة هو منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا يؤثر الآن على السواحل الباكتستانية الجنوبية الغربية بهطول غزير للأمطار وسرعة رياح عالية هذا المنخفض قد يكون هناك تطور ليكون تطور كبير في هذا المنخفض ليكون إلى عاصفة مدارية ما زلنا نراقب هذا المنخفض وتحركه على مياه الخليفة العربي لا مياه البحر العرب لكن لن يكون إن شاء الله هناك تأثيرا مباشرا على أجواء المملكة بهذا المنخفض الجوي نعم أستاذ عقيل ننتقل الآن إلى أبرز التوقعات في أجواء المملكة وطقس المملكة بشكل عام تابعنا خلال الأيام الماضية الحالة المطرية التي أثرت على عديدة من مناطق المملكة وصلت إلى منطقة تبوك ما هي أبرز التوقعات لهذه الحالة؟ حسنا أحمد أنا الآن أشاهد صور الأخمار الصناعية خاصة بمركز الوطني الأرصاد نظم القطاع السواحل البحر الأحمر من شمال المملكة حتى المناطق الجنوبية هناك بها بعض التشكيلات من السحب منطقة تبوك تواجد بها بعض السحب يدخل الركام الرعدي خاصة على أقصى المناطق الجنوبية منطقة المدينة المنورة توقعات إن شاء الله باستمراره طول أنطار متوسطة إلى غزيرة مع خطر الرياح الهابطة شديد سرعة ومنطقة مكة المكرمة بالإضافة إلى منطقة الباحة وعسير ومنطقة جازان كل هذه المناطق من المملكة بها بعض التشكيلات من السحب ويتقالها الركام الرعدي واستمرار إن شاء الله تعالى هطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة خاصة على منطقة عسير وجازان والمدينة المنورة نعم أستاذ عقيل منطقة جازان قد تكون هي المنطقة التي شاهدت غزارة كبيرة في هطول الأمطار ما هي أبرز التوقعات عليها؟ حقيقة حتى مع اقتراب نهاية فصل الصيف أرصاديا ودخول فصل الخريف ما تزال الفرص إن شاء الله مواتية لهطول الأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان ونجران ومنطقة عسير ومنطقة الباحة ورتفعة منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تمتد هذه الحالة الجوية إن شاء الله تعالى خلال الأسبوع القادم لتشمل بعض الأزاء الجنوبية ومنطقة الرياض وبعض أزاء منطقة القصير ومنطقة حائل والمناطق الشمالية بل قد تمتد لتؤثر إن شاء الله تعالى خلال الأسبوع القادم على المكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة بهطول متوسط إلى غزيرة الأمطار وتكون إن شاء الله هناك فورص لهطول أمطار حتى على محافظة جدة خلال الأسبوع القادم يكون أمطار خفيفة متفرقة مع ظهور السحب الركامية الرعبية على الزيال الشرقية من محافظة جدة هذه السحب الركامية الرعبية التي تكون معها الرياح الهابتة قد تؤدي لتكون بعض الرمال المثارة نعم أستاذ عقيل ماذا عن درجات الحرارة نحن متواجدين مثلا في مدينة رياض يعني نشاهد هناك انخفاض في درجات الحرارة عن الأيام السابقة نعم صحيح هناك انخفاض في درجات الحرارة لكن الانخفاض ليس كبيرا في درجات الحرارة كانخفاض اليوم درجات الحرارة وصلت في الأحساكة عظمى وهي أعلى درجة الحرارة في الدناف المملكة بـ 46 درجة ميوية في الدمام وواد الدواسف 45 درجة في بريدا وفي شرورة 44 درجة الحرارة المسجلة ظهيرة هذا اليوم حتى مع دخول فصل الخريف أرصاديا يبقى شهر تسعة بشكل عام حار على معظم مناطق المملكة ونبدأ نحس إن شاء الله تعالى بانخفاض في درجات الحرارة خاصة الصغرى على معظم مناطق المملكة ابتداء من المناطق الشمالية نعم إذن المحلل بالمركز الوطني الأرصاد الأستاذ عقيل العقيل شكرا جزيلا لك تشهد جازان هذه الأيام حالة مطرية على عموم المنطقة ومحافظاتها حيث تفقد سمو نائب أمير المنطقة الجهود المبذولة لمتابعتها ومعالجة أثارها من قبل الجهات الحكومية كافة وحول هذا الموضوع يلتحق بنا من منطقة جازان مراسل أخبار السعودية الزميل زاهر المالكي مساء الخير زاهر أهلا مرحبا بك إذن بعد أن شهدت منطقة جازان خلال الفترة الماضية أمطارا غزيرة سمو نائب أمير المنطقة يتفقد في جولة تفقدية لآثار هذه الحالة المطرية أيضا طريقة معالجة آثارها من قبل الجهات الحكومية لو تطلعنا على أبرز ما رصدته خلال هذه الجولة بالتأكيد سمو نائب أمير منطقة جازان تفقد محافظة أحد المسارحة وصامتة وطوال وأيضا طلع بشكل ميداني على الخطط التي يتم تنفيذها لمتابعة أثار هذه الحالة المطرية وأيضا مواجهة الحالة المطرية من خلال معالجة النقاط التي ربما يحصل فيها تجمعات للمياه وربما أيضا متابعة الأودية ومسار السيول داخل الأودية بشكل طبيعي بالتأكيد سمو نائب أمير منطقة جازان استمع إلى شرح مفصل من قبل الجهات المعنية كل جهة فيما يخصها بشكل ميداني ودرجات التنسيق وشدد سمو نائب أمير المنطقة على ضرورة تكامل الأدوار وكذلك رفع درجة التنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن المعالجة المثلى للأثار التي تنتج عن هذه الحالات المطرية الغزيرة مؤكدا سمو أمير منطقة جازان على سلامة الممتلكات والأرواح بالتأكيد محافظة الطوال وأيضا سامطة وأحد المسارحة ربما هما من أكثر المحافظات هطولا وأيضا تعرضا للحالات المطرية بالإضافة إلى مدينة جازان أنا تواجد الآن من داخل قرية المضايا وهي أحد القرى التي وقف بها سمو نائب أمير منطقة جازان وأيضا تفقد الأحياء داخل هذه القرية وأيضا استمع لكذلك بعض المواطنين وأيضا شكوى المواطنين ووجه حيالها بسرعة المعالجة والتفاعل معها هذه المتابعة الحثيثة من سمو نائب أمير منطقة جازان تتم أيضا بشكل مستمر من خلال استنفار كافة الجهود وأيضا كافة الجهات الحكومية عبر 26 غرفة عمليات متوزعة في منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من خلال أمانة منطقة جازان بالتكامل مع الجهات الأخرى في المحافظات وأيضا البلديات التابعة لها وكذلك الجهات الأمنية المرورية وأيضا أمن الطرق من خلال المحافظة على سلامة الناس وسلامة سالكي الطرق ومرتديها نعم إذن مراسل أخبار السعودية زميل زاهر المالكي من مدينة جازان شكرا جزيلا لك عاد طلبة المنتخب السعودي إلى أرض الوطن المشارك في أولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية الدولي والمنعقد بالبرازيل بعد مشاركة ناجحة توجت بثلاث ميداليات برونزية بمشاركة أكثر من 250 طالبا وطالبة من 53 دولة ويأتي الإنجاز تتويجا لمسيرة التدريب والتأهيل التي قضاها الطلبة السعوديون في المعسكرات التدريبية المقامة بالتعاون بين موهبة وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ووزارة التعليم تنظم جامعة أم القرى برنامج حاضنات الأعمال الجامعية لتطوير الألعاب الإلكترونية سبتمبر المقبل ويهدف البرنامج إلى تعزيز مجال وتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية إذ يسادف رواد الأعمال المهتمين بتطوير الألعاب الإلكترونية عن طريق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نظم مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورا بالتعاون مع جمعية روبو طويغ دورة لتصميم المنتجات ضمن سلسلة دورات معسكر ميكاثون الروبوت والتصنيع الرقمي الذي يستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل وتركز الدورة على أهم مراحل تصميم المنتج والبحث والتطوير لتكوين المشروع بطريقة إبداعية متضمنة أساليبا مبتكرة في التصميم مثل حل المشكلات وتحسين جودة المنتج أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز موهبة فتح باب التسجيل لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2025 والمستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل القائمون أوضحوا إلزامية تقديم مشروع علمي واحد ضمن 22 مجالا لتطوير المهارات والقدرات في مجالات البحث والابتكار ولتمثيل المملكة في المحافل الدولية تستعد هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية للمشاركة في الدورة الحادية والعشرين من معرض أبو ضبي الدولي للصيد والفروسية الذي يعقد في الحادي والثلاثين من أغسطس وحتى الثامن من سبتمبر وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الهيئة لتعزيز السياحة البيئية وتصليط الضوء على التراث الثقافي السعودي بما يعكس التزام الهيئة بتحقيق رؤيتها الطموحة في تحويل المحمية إلى وجهة سياحية بيئية عالمية كما تستعرض الهيئة قصة نجاحها في استعادة التوازن البيئي وصون التنوع الطبيعي يرصد أطلس تمور المدينة المنورة سبعة عشر صنفا من تمور منطقة المدينة المنورة مع التعريف بالنخيل والتمور وتصنيفها من حيث الأنواع والأشكال إضافة إلى التوصيف الكيميائي لكل نوع من أنواع التمور وفقا لمعايير السوق الدولية لتطوير وتحليل سلسلة القيمة للقطاع وتعزيز قدرات المزارعين في الإنتاج نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهرين الماضيين أربعمائة واثنتين وستين جولة رقابية على المنشآت الغدائية والتجارية في مليجة نتج عنها تحرير أربع مخالفات وتوجيه ثلاثة عشر اندارا وذلك ضمن جهودها الرقابية على مختلف الأنشطة كما نفذت الأمانة خلال نفس الفترة ثمانية عشر أو ثمان عشرة جولة على المباني تحت الإنشاء نتج عنها تحرير سبع مخالفات وتهدف هذه الجولات إلى الحد من مخالفات البناء والتأكد من مطابقتها للتراخيص الصادرة عن البلدية بدأت الهيئة الوطنية للأمن السبراني استقبال طلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السبراني المداري في المملكة وذلك عبر البوابة الوطنية لخدمات الأمن السبراني حصين اعتبارا من اليوم ولمدة ستين يوما وأتات هذه الخطوة في إطار تحقيق مستدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن السبراني وتوفير البيئة الداعمة لتحفيز الاستثمارات في القطاع والإسهام في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السبراني تحذيرا أمنيا عالي الخطورة يخص ثغارات أمنية في منتجات شركة جوجل ويستهدف التحذير جميع المستخدمين حيث تم اكتشاف ثغارات قد تعرض الأنظمة للخطر وأوصى المركز بضرورة المبادرة في إجراء التحديثات الأمنية للمنتجات المتأثرة وأوضحت جوجل في وقت سابق تفاصيل هذه التحديثات داعيتنا المستخدمين إلى حماية أجهزتهم وبيانتهم من أي تهديدات محتملة ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفا لنظام البيئة لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة وبتفريغ مواد خرسانية في منطقة المدينة المنورة وأوضحت أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها طبيعية غرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة تستكمل اليوم منافسات الجولة الثانية من دور روشن السعودي بإقامة ثلاث مواجهات في الرياض والدمام وجدة حيث يستضيف الرياض نظيره الخلود على ملعب الساد الأمير فيصل بن فهد بالرياض بينما يواجه الخليج نظيره الشباب على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في حين يحل التعاون ضيفا على الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة قتل عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته أنحاء متفرقة في قطاع غزة وأوضحت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال وإطلاق النار من آليات عسكرية وطائرات مسيرة على مناطق شمال غربي أنصيرات وشمال شرق دير البلح وسط القطاع ما أسفر عن سقوط الضحايا لقي 28 شخصا على الأقل مصرعهم إثرى هطول الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات في ولاية جوجرات الهندية في الأيام الثلاثة الماضية وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في الهند من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في الولاية السحلية الغربية في حين أجلت أو أجلت السلطات أكثر من 30 ألف شخص بعد فيضان العديد من الأنهار بهذا وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام هذه النشرة وهذا تذكير بأبرز عنوينها صدور عدد من الأوامر الملكية وزير النقل يوقع مذكرة تفاهم بين المملكة والملديف في مغشال المطارات والطائرات المائية في نسختها ثانية استمرار جلسات ندوة الفتوى في الحرمين بالمسجد النبوي انتهاء مدة تسجيل العقارات لثمانية عشر حيا في الرياض ومكة المكرمة ومركز الأرصاد يؤكد أن المملكة لن تتأثر بالمنخفض الجوي في بحر العرب ختاما شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظ اشتركوا في القناة